عندهم خليء الخليفة ثم هو عرف يعني هذا غرضه يعني الإقامة الخليفة هذه قضية يعني إخوانا يعني في حزب التحرير هم في كل حلقة لا بد أن يعني يثيروها الأخ بيقول يعني في كلامه أنه الإسلام أصبح معروفا ولا يرد أحد في العالم ليعرف إسلامه هذا كلام غير صحيح بالمرة أنا أقول المسلمون مقصرون في تبليغ رسالة الإسلام إلى العالم العالم فيه الآن أكثر من ستة مليارات من البشر فيه ثلاث مليارات على الأقل يعيشون ويموتون ولم يسمعوا عن الإسلام شيئا في أسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية وهذه الأشياء ما أعرفه شيء والنصف الآخر يعرف يعرف عن الإسلام صورة مشوهة يعني وهذه تنقلت إليه على توالي العصور من أيام الحروب الصليبية وغيرها ونحن حتى الآن لم نبذل جهدا لتصحيح هذه الصورة لأن ليس عندنا من الوسائل ما يبلغ هؤلاء نحن يعني إذا كان ترجمة معاني القرآن لا يوجد عندنا ترجمة نطمئن إليها لدقة مضمونها وبلاغة أسلوبها بأي لغة حتى اللغة الإنجليزية اللي بيتكلم بها يعني الملايين عشرات الملايين مئات الملايين من المسلمين أنفسهم ليس عندنا لغة في الترجمة إنجليزية فما بالك بالأخرى الإنجليز ترجم إلى آلاف اللغات الإنجيل إلى آلاف اللغات واللهجات ماذا قدمنا نحن نحن مطالبون وأنا أرى أن المسلمين مسؤولون أمام الله عز وجل عن ضلال هذه الأمم أن هذه الأمم ستقول لله عز وجل يا رب نحن لم نعرف هذا الدين لم يوصل إلينا أحد هذه الرسالة وحتى تقوم عليهم الحجة الله تعالى يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا والعلماء المحققون قالوا لابد أن تبلغهم الدعوة بلوغا يحمل على النظر والبحث يعني يعني لو بلغ إليه الدعوة إن أم واحد في جزيرة العرب قعد يأتل للناس والسيف في يد ويأخذ النساء الجميلات يضمهن إلى حريمه يعني هذه ليست مشوقة ليبحث عن هذا الدين فالأخ يقول خلاص نحن كل القضايا انتهت ما عادش بس الخليفة والمسلمون محتاجون إننا نعلمهم ألف باء الإسلام فيه ناس قبل من قلهم الخليفة أو كذا عايزين نعلمهم أركان الإسلام عايزين نعلمهم العقيدة الإسلامية الصحيحة عايزين نعلمهم العبادات حتى يعبدوا الله وحدا كثير من المسلمين لا يصلون كثير من المسلمين يرتكبون المنكرات والكبائر فالإخوة الذين يريدون أن يجعلوا والأصلية والكبرى هي قضية أن ذولة ممثلة في خليفة يحمل رسالة الإسلام نحن من أول من يدعو إلى إقامة الخلافة الإسلامية ولكن كما قلنا غير مرة إقامة الخلافة الإسلامية هذه تتويد لمراحل إسلامية قبلها لابد أن يقوم الإسلام في عدد من الأقطار الإسلامية وتحكم شريعة الإسلام هؤلاء الناس نريد أن ينضم بعضنا إلى بعض لنقيم خلافة إنما ما زالت أن كل بلد يعتبر نفسه لوحد متاع هذا كان المؤتمر الإسلامي حتى الآن لم يقم بدوره كما ينبغي ودي بس نوع من التقارب أو التضامن أو يعني سميه ما تسميه ما أصلش إلى وحدة وإلى كذا هذه لابد من خطوات حتى نصب إلى المرحلة التي يريدها إخواننا ينتهي المؤتمر الإسلامي اليوم سيدي الأخ عمر يوسف عمر السايس رجل الأعمال من اليمن فيما يتعلق بالجزء الأول من ردك على كلام الأخ صلاح يقول أن منظروا الحضارة الغربية نعدل الصياغة بعض منظرية الحضارة الغربية فوكو ياما في نهاية التاريخ وهنطنجتون في كتاب صدام الحضارات في صدام الحضارات كلهم وضعوا الإسلام كدين وليس منظمات متطرفة في موضع العدو لحضارتهم فأي خطاب ينفع معهم؟ أنا يعني أولا أريد أن أقول شيئا نحن مأمورون أن نحاور الآخرين يعني القرآن يقول وجادلهم باللتي هي أحسن جادلهم أمر مثل قال ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والمعرض الحسنة هذا مفروض أن يكون للمسلمين وجادلهم باللتي أحسن للمخالفين للمسلمين هذا هذا مش تكتيك استراتيجية لنحاورهم نحن أعتقد أننا إذا حاورنا باللتي هي أحسن كما أمرنا القرآن نستطيع أن نتغلب عليه لأن منطقنا أقوى من من منطقهم لأنه يعني لماذا وضع الإسلام باعتباره دينا عدوا لماذا رشحوه العدو البديل للاتحاد السوفيتي يعني على أي أساس لماذا أعتبروه الخطر القادم هذا ينبغي أن نحاورهم أنا دعوت إلى حوار هؤلاء العقلاء منهم على الأقل يعني لا نستطيع أن نقول أن الغرب كله يحمل هذا الفكرة الغرب ليس شيئا واحدا الغرب ليس اليمين المسيحي المتطرف في أمريكا الذي يمثله بوش وجماعته والتي يقول جنرال كبير فيهم إن المسلمين يعبدون وثنا ويقول إن ليس الشعب الأمريكي ولا المنتخبون هم الذين انتخبوا بوش الله هو الذي جاء ببوش هو العمل رئيس الله يعني ويعني هذا اليمين المسيحي ليس هو كل الغرب فعندنا نستطيع أن نخاطبهم وأن نقاوم الحجة بالحجة وحجاتهم الحمد لله قوية فنحن يعني لا نيأس أبدا من خطاب الآخرين اللي احنا نقول دايما الإسلام دعوة عالمية وفعلا دعوة عالمية تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين إن هو إلا ذكر للعالمين قل يا أيها الناس إن رسول الله إليكم جميعا ولكن في ناحية التطبيق لا نفعل هذا لا نبلغ رسالة الإسلام إلى العالم وهذا لا يقوم به أي وحي يعني هناك أناس لا يصبحون أن يكون دعاة عالميين حسب يكون يعني واعز في قرية أو خطيف في المسجد في ناحية إنما لكي يكون داعية عالميا هذا يحتاج إلى إعداد لم نعد له وليس عندنا إلا القليلون جدا من هذا النوع الذي يصلح لمخاطبة العالم ترجمة نانسي قنقر